تعالوا روح للبرتغالي العالمي طبعا كريستيانو رونالدو لعب منشاستر يونيتد الإنجليزي اللي غاب عن تدريبات الفريق بالأمس لأسباب هو أعلن وقال إنها أسباب عائلية بين كوزين كده طبعا وسط توقعات بدخوله يعني أزمة كبيرة مع الإدارة بشأن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتخالات الصيفية ووفقا لصحيفة موندو دي فورتيفو الإسبانية كريستيانو رونالدو معرض لعقوبة الإيقاف لمدة أربع شهور بخلاف خسارة ما يعادل 23 مليون يورو هي قيمة الراتب اللي بيتقضى حاليا مع نادي في الموسم الواحد طبعا قالت الصحيفة كمان إن خطاب رونالدو لإدارة نادي منشاستر يونيتد يعتبر بشكل أو بآخر فسخ للتعاقد من طرف واحد وبموجب اللوايح سيغيب اللاعب لو انتقل إلى فريق في دوري أبطال أوروبا سيغيب بالتالي عن دور المجموعات بالكامل في البطولة القرية مع الفريق الجديد وده أكيد برضو سيخليه يفكر كويس جدا في خطواته القادمة كنا لسه نبارح بنقول لحضراتكم بنقول بصراحة إلى حد كبير دايما والله نهواند بتحصل ويمكن أكتر اتنين منورين قوي في الحدوتة دي ميسي ورونالدو فكرة إن فعلا منخرج من دوره كانوا قاعدين ومتساستمين والدنيا زي الكل لا مش شرط البقاء في النادي بيبقى الخيار الأمثل في كل مرة يعني ممكن يكون رحيلك عن النادي انت بتنتمي ليه في بعض الأوقات هو القرار السليم بس قرار كريستيانو اللي احنا قلناه قبل كده واللي احنا بنميل لهذا الرأي برضو ما كانش الأمثل تماما بعضته مرة تانية يعني فأنا من الناس اللي بتحب كريستيانو رونالدو حزينة إنه هو وصل لهذه المرحلة طبعا نتكلم هو ربما يكمل كمان أو يستمر سنتين تلاتة حاجة زي كده ولكن برضو الفكرة إن فيه تخبط في الفترة الأخيرة بتاعته فطبعا دي حاجة تحزن كل عشاقه في كل مكان في العالم يعني